بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الجواب على الأسئلة يوم 23 3 2020 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله ربي يفك علينا هالأمراض وهالأوبئة وإن شاء الله ربي يسترنا وإن شاء الله ربي يخرجنا منها سالمين وجميع المسلمين إن شاء الله وربي يفرج على الجميع إن شاء الله الناس تلتزم بالحضر هذي الشامل وإن شاء الله يعني العدوى ما تصيبش الناس كلها طبقا محصورة في أماكن معينة بش ما يصابش معالجتها إن شاء الله ربي يبعد عننا البلا والربا والريا والوبا ما قرب إليهم فعلوا عمل آمين يا رب العمين نبدو بالسؤال الأول أستاذ مختاء نحن نتبعوك من جزير أحكينا على المشاكل اللي واجهها هذا المحرك بالله بالمناسبة أخواني المتابعين راني وقت لتوجه لي سؤال كما هذا أنت أشرح لي المحرك شنو اللي تحكي عليه أنت خطر أنها راني ما عنديش إمكانية بش نرجع نتفرج على الفيديو هذي كان كل سؤال نرجع نتفرج على الفيديو راني معه ما عش نرجع نشاوب حتى على شي ولهذا أنت وقت تعطيني سؤال كما هذا أسرح لي شنو اللي تحب عليها شنو المطور شنية السيارة شنو المطلوب هذا خطر بتقول لي هذا هذا المطور هذا المطور بنرجع نتفرج عليه ساري هذا يا أخونا بال شكرا نعفو كان فيهم مشكلة لا سيما في موديل 61 نسانس وكتبوه في الجريدة الفرنسية بالله أعلم السلام عليكم مع مختار الله يجزيك كن قدر كن قدوة لهذا الشباب الذي يسألك يوميا بما يخص السيارة بما يمنح بما ينقض البعض بالله أعلم وكتبوه أحيان أرد من الناس وعلى يتحدث 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 كل يوم وكتبوه يتحدث المسلمان المسلمان محيان أخي صلاح لا أملك حتى تعليق لأن نظر ما عندكش بعض نظر لان اذا كان الناس كلها توقف اخدمها الطبيب يوقف والميكانسان يوقف والفلاح يوقف والتاجر يوقف والسائق التاكسي يوقف توقف الناس كل يعني اش دخل المرض والناس اللي تموت فيه انا اللي قدم فيه كميكانيكي انا اعطي فيه معلومات تفيد حتى للمريض مش صحيح فقط لان هذه امراض متع سيارات زادة كيف كيف يعني اذا كان انسان ما يجداش كيف يكون يعاون في بشعال سيارته يا الله خير برك الله فيه اخونا سليم ورد عليه لم يأتي في بالك ان الانسان ربما يستلزم عليه استعمال السيارة من اجل العمل او اسعاب شخص مصاب بدءا بكورونا صحيح يا اخونا سليم هذا اخونا يسأل على سعر المحرك دي ما اسعار الاسعار والمفاهمات بالهاتف يا ولدي راني بالتليفون الحادث هذه ما نعطيهاش اشوف قداش مرة سائل يجي ستة ولا سعوة مرات راني بالتليفون اللي يحب على حاجة معلومة سوى بالسعر سوى ان هو بيش صلح سيارته بسرعة لا يوجد حتى اشكالية انما بالخص الاسعار والمفاهمة كلها بالتليفون 24 350 840 سي البروبلم بريسيس السيديو مزيري بريسيون دي پمب نوفيل نطن دي نوفيل عم اختار علش دايما موتار دبل اربراكام يخوف الناس والله مش يخوف الناس هو احنا مستنسيش بيه ما تعلمناش بيه فقط اما هم يخوفش انه كنا قبل متعلمين باربراكام واحد بكهو اما هم يخوفش معنوش حتى خوف هذا فيه سلبيات وايجابيات وهذا فيه سلبيات وايجابيات كل واحد عنده اشياء عندي نفس المشكل في سيارة بيجو 106 مزوط حسب كبير في كي تسوقها فيبراسيون مالقيتش السبب ليعرف انوارنا اذا كان الله خير بالنسبة للمياس التماثوط ينجب يكون في السيبورات نطع الموتور والبوات ينجب يكون عندك السيبورات نطع الموتور والبوات يكون فيهم مشكلة او الشاكموت او الشاكموت يمس في مكان معين هذه الاشياء اللي تعمل فيبراسيون في محركات الديزل بالنسبة للسيارات الصغيرة او الكبيرة سيبور الموتور سيبور تحتاني الشاكموت اي مكان يمس فيه المحرك يعمل فيبراسيون في السيارة هذا يا ملك السلام عليكم عندي تاكسي هونداي موديل 2012 محرك الديزل وعاني من مشكلة البطء في تشغيل السيارة الصباح وفي قيادة اثناء القيادة الخامس والسادس تبطع من عزمه ومع الانم ان برنامج بيئة في السيارة تم الغاه عبر كمبيوتر لكن ايه انت لغيتها في الكمبيوتر ومليتبه في الاصل كان مالغيتبه في الاصل يجب ان تعمل اسكنار واسكنار وشنو يقول لك ولسه اذا بعثنا فيديو يكون فيه المشكلة الواضح ممكن نجمل عاونك وديما اخواني بالله كتاب عثوا فيديو احكي مشكلتك في الفيديو ما تخليش الفيديو صامت وريني شوية الموتور وانت ساكت وانت صامت شنو المشكلة فيه والباقي احكي مشكلتك باش نستفهمه ونجمل عاونك هذا هي ميمي تطلق لها الكور بابيون بدل نقيلها كور بابيون وبدل لدوزر وماذا بيك شري واحد في الدور يجين هاني مريتو على الفيديو كاشي نظف انت ما كمانش فررت على الفيديو يمكن هذا المحرك فيه دوزر وراك سيريو اظن في المشكلة في كور بابيون ناقص مس الهيكي السيارة يبدأ يفحص كابليات البوجي يرينو اصبحت تصنع كور بابيون من مهادة البلاستيك يقتصدون في كلفة السيارة سيارات لما يرفعون اسعارها ثم يرفعون اسعارها اود بالمراسمة ان اشير الى ان المضخات الكهربائية تدور بسرعة عالية وبالوقود المضخات الخاص بالضغط المطلوب لذلك فهي تسخن بفعل احتكاك وتبريدها يكون بالوقود نفسه لذلك فان كثير من المضخات تفسد من جراء نفاده من اخر وخاصة عند الحاح السائق على تشغيل المحرك بعد توقفه صحيح هذا المشكل المفقك فيها علي الحل هو التزويد للسيارة بالوقود فور اشتعال المؤشر في اقرب محطة عن من الاكمية المتبقية في الخزان حين اذا تمكن السيارة من خطع نحو 40 كم شكرا يا علي على هذه التوضيحات وموضيحاتك في محلها ومقبولة وان شاء الله يأخذوا بها مصابة مصابة خطت بها مشكل المساكل مصابة 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 صحيح الموضيحバイ حين من الناس مصابة شكرا حين ستح�v لكم. لدينا شفرلي كابتفا مزوت في سكانر. مع ان تركي الى البابيون اوبر. ماليشيك. السلم. باس المو. ان شك دو. ما عشان اتوى عربية باهية. ما اكتمنى بالعربية بالله. بشنا فو معلقة. المشكلة متاعك. هكذا ايكا ما نشفهم شي انا خطر معلوماتي في الفرنسية الضعيفة. مزيدا الكلام يعني مش ماضح بجدها اللي هو. ما نفهمك فيه. ولا يبعث فيديو يكون افضل يا باهي. الان كيف كيف. انه هو. تحية اخي كريم. اولا. اولا. لم تتشك. ممكن معطلة. لذلك لا تضي. لما. اما وضع. اما ثلاثة دي بريسيون. انا من الولاد يجاو فى بعضهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوه. مو الا الكروز هذا يجاو فى. با هي كيف تعاون وجاو فى. هذا كيف كيف عندها مشكلة في الكور بابيون. اضافها لفايدة ممكن يزم تبديل يا. رامني. باست الاسكان. انا اراني الفرنساوي مانيش. مانيش نضيع وقت. تحياتي لك اخي قبل ان تغير راقب الضغط المخفض في خزان البنزين الى كومان. كيف كيف يجاوب فيه. حياك الله عن مختار. الله يحييك يا خلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي كريم انا ما زال. عظم الاخوة يجاوب بعضهم. برك الله فيهم. اعونوا في بعضهم. كيف كيف? السلام عليكم وخلولي والله عليكم كيف يمر يوم السراء والعراج. والعالم مشغول بكورونا. ولا احد يتكلم او يذكرنا بهذا اليوم العظيم. ومغزاه. واين الدعاة واصحاب الخنوات الاسلامية من كل هذا اليوم. الكل اصبح مختص فعله كورونا. ونسأل اهم الدعوة الى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم والله من وراء من وراء القصد. شكرا يا اخويا. لكن العملية الانشغال العالم. اذا كان الكعبة سكرت. ولكن الجوامع سكروا. والناس ما عاش عندها لهوة بش تولها بالدعوة وبغيرها. لان ما عاش ما يكون يتفرج على الدعوة هي المفروضة. كلامك صحيح. والمفروض يصير الشيء هدية. لكن من قلة الوعي ومن قلة الاهتمام بالدين. لان الدين كأنه عامل مشكلة لبعض الاشخاص. خلاهم ينسوا اللي حدث هذا. ان شاء الله مفهمة لكن مفهمة ان الناس هي قاعدة تخدم على على امور هدية. وقاعدة تبس في الدعوة وقاعدة تدعو الى الله. وان شاء الله بيقبل من جميع. امين. المطور. فضفناء. ممار. محروق. السلام عليكم يا مختار. عندما تغير المدخة هل مدخة الخزانة تنزحها تنزحها ام لا وشكرا. طبعا لابده. اذا كان اغيرتك البيتر لابده. هذه هي اول كل شيء تنزحها. انا اذكرتها في الفيديو. ممكن ان انت ما سمعت ان انت فاتك الكلام او حاجة او انا ما اضحت مريح. اما لا بد من احسن. انا نأخذ الى الخزان. تضع مكانها او خرطوم طويل. احسن ان يقص فلتر بنزينه يقصه على الاخر من رأسه ويضعه اجريب للاخر الخزان وانا يربح من الجهتين فلتر بنزينه فلتر في نفس الوقت اسبيري الله يعينك تحياتي لك من الجزال استمر فانت الافضل شكرا برك الله فيك يا عن نابا عندي نفس المحرك في هاتفوندو لكن عند رعشة في المحرك يتحرك دقيقة ثم يستقرر المحرك مع رعشة في الاربيهام ابعث فيديو ويحكي ان المشكل متاعك بيش صار من اول مرة الله يبارك فيك وفيما فيما اعلمك والله والله التجربة والخبرة تتكلم واصل اخي مختار انك متألق شكرا بارك الله فيك يا مهات طبعا من الافضل تنظيف المكان جيدا قبل عمية الفك تجنب سقوط الاوساخ في الريزارفوار بارك الله وفيك جهودكم شكرا يا بيش سلام على مختار عندي طوص الفين وخمسة كي تكون بادة تمشي نورمال كي تسخن الموتور تبدأ تكتيك فيديو في الصوت وشكرا لك هل انت عملت حاجة قبلها او بعدها قلنا عليها طوص الفين بردام يجب ان يغرر كي تتكلم أنه يمكن ان تجربة موتور محركة السيارة تمشي مليه لكن الدخان يخرج من الجورج كي ينهزه يعني يتبخر أبعثنا فيديو ورنا فيه المشكل ونبهت عليكم من أول المحركات اللي ما تنجحش بصيفة عامة هي المحركات اللي 1.9 من يوم اللي صنعوهم مش من تاو أنا كان عندي ورشة وكنت نعرف المشكل هذا موجود كان من الخاصة اللي كانت عمل ساجمونة بركة في المختلف عدتك فيديو على الخاص عندي نفس المشكلة موتور 1.9 خيول صوت محرك قوي وخاص في الصباح والله يزيد ذكرني الفيديو وان حطيته مش نشوفه ولا بلك شفته وما زلت ما حطيته مشتع نشوفه هذا يا جود شكرا بيكانتو أفضل منها والأفضل منها رينو توينجو خلاص كلا جتاء نكتفيه بهذا الردود حوالي 15 دقيقة ان شاء الله تنفعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة